طابت مجالسنا وفاح أريجها وتنورت من ذكر سيرة أحمدا المرسل الهادي البشير المصطفى في الاقتداء به السعادة والهدى الله فضله وأعلى ذكره فغدا إماما للبرية سيدا فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى للسالكين ومن بسيرته اقتدى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم يعلن دعوته ويظهر دينه ويطلب الناس الدخول في هذا الدين وهذا حق دين رب العالمين خالق الخلق أجمعين يأمر عباده بالدخول في هذا الدين إلا أن كفار قريش مقابل هذا الخير المعلن منه عليه الصلاة والسلام أعلنوا الحرب الضروس وجهزوا لذلك عدتهم وشنوا حربا ضروسا وعذبوا ضعفة المسلمين أمام هذا البلاء المشتد كان أعظم الناس شدة وابتلاء في ذاك الوقت حينها هم الضعفة من العبيد والإماء الأرقاء هم أشد الناس تلقيا للتعذيب رضي الله عنهم أجمعين من المستضعفين السابقين الأولين أبو بكر رضي الله عنه أرضاه ساهم في انتشالهم من هوة التعذيب وسياط النكال الذي نزل بهم بأن أعتق سبعة منهم رضي الله عنهم أجمعين أعتق سبعة رضي الله عنهم أجمعين السبعة هؤلاء الذين أعتقهم أبو بكر كان منهم ثلاثة رجال وكان فيهم أربع نسوة رضي الله عن الجميع كانوا من السابقين الأولين فأعتقهم أبو بكر اشتراهم من أسيادهم ودفع المال عنهم وأعتقهم فتنسموا الحرية وعبدوا الله بغير أذن رضي الله عن أبي بكر النسوة الأربعة واحدة من أولئك النسوة كانت جارية عند آل عمر بن المؤمل آل عمر بن المؤمل كانوا من بني عدي بن كعب بني عدي بن كعب هؤلاء بطن في قريش بطن في قريش هذا البطن كان فيهم عائلة تسمى آل عمر بن المؤمل هذه العائلة لهم جارية لهم جارية سبقت إلى الإسلام سبحان الله وانشرح صدرها بذلك وأسلمت بن عدي بن كعب منهم كان منهم فاروق الأمة عمر بن خطاب رضي الله عنه عمر كان من بني عدي بن كعب ولكنه حين أسلمت هذه الجارية بني عدي بن كعب هم بطن في قريش فيهم آل عمر بن المؤمل عائلة هذه العائلة والذين يحيطهم في محيط بني عدي بن كعب فيهم جارية أسلمت وسابقت لهذا الدين وانشرح صدرها بذلك بن عدي بن كعب الذين فيهم عمر بن الخطاب قبل إسلامه تولى تعذيب هذه الجارية هذه الجارية عذبت من بني عدي بن عمر بن عدي بن كعب وكان ممن باشر تعذيبها وشارك في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل إسلامه ثم أسلم لاحقا فهي سبقته إلى الإسلام هذه الجارية أبو بكر رضي الله عنه وارضاه رأى ما حل بها هذه المسكينة الضعيفة رأى ما حل بها فاشتراها وأعتقها لوجه الله رضي الله عنه وارضاه هذه وحدة من أربع نسوة في مجموع سبعة عبيد اشتراهم أبو بكر هذه واحدة اثنين وثلاثة هم قرابة هذه هي أم عامر النهدية وابنتها جارية وابنتها هاتان المرأتان كانتا عند بني عبد الدار بنوا عبد الدار في قريش هم سدنة البيت هم سدنة البيت وفيهم من هذا البيت كان مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كأول سفير يعلم القرآن لأهل المدينة مصعب بن عمير رضي الله عنه من هؤلاء من بني عبد الدار ولكن أم عامر النهدية وابنتها لم تكونا في ملكيته لم تكونا تحت امرت مصعب بن عمير بل كانتا لامرأة من بني عبد الدار كتب السيرة لم تذكر اسم تلك المرأة فأم عامر النهدية وابنتها سبقتا للإسلام ودخلتا في هذا الدين ورضيتا بالله ربنا من الإسلام مدين ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم فانصب العذاب عليهما من بني عبد الدار انصب العذاب عليهما أبو بكر رضي الله عنه أرضاه يرى هذا العذاب قد سلط على هاتين المرأتين الضعيفتين إكراما منه لهما وإحسانا منه بهما اشتراهما من بني عبد الدار وأعتقهما في سبيل الله الله أكبر المجموع الذي أعتقه أبو بكر كان سبعة ثلاثة في الرجال وأربع في النسوة من النساء جارية آل عمر ابن المؤمل من بني عدي بن كعب واحد أم عامر النهدية وابنتها اثنين وثلاثة بقية الرابعة المرأة الرابعة ستتم أربع نسوة وثلاث رجال بلال وعامر وأبو فكيها فيكون المجموع سبعة ممن أعتقهم أبو بكر في أول الإسلام من المستضعفين السابقين الإسلام عذبوا فاشتراهم وأعتقهم أبو بكر رضي الله عنه وارضاه الرابعة من النسوة كانت الأولى جارية آل عمر بن المؤمل من بني عدي بن كعب الثانية والثالثة أم عامر النهدية وابنتها الرابعة هي زنيرة الرومية رضي الله عنها وارضاه هذه المرأة هي في أصلها من الروم ولكنها سبيت وبيعت وبيعت في مكة أما جارية بيعت في مكة فاشتراها بنوا مخزوم بنوا مخزوم هؤلاء كانوا في قريش بطن اشتهر بالثراء كانوا أثرياء واشتهروا بالقوة والشدة فمنهم فمنهم سيف الله خالد ابن الوليد رضي الله عنه ومنهم صاحب أول دار في الإسلام يعلم فيها الإسلام ويقرأ فيها القرآن الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه ومنهم أيضا فرعون الأمة عمر بن هشام أبو جهل فبنوا مخزوم قوم اجتمع لهم الثراء والشدة والبأس هؤلاء كانت هذه الجارية المستضعفة زنيرة بكسر الزايد زنيرة التي أصلها من الروم كانت بينهم فعندما علموا إسلامها وعرفوا صدقها دينها عذبوها وقاموا بأنواع التعذيب عليها وأذاقوها صنوف البلاء رضي الله عنها وارضاه حتى ذهب بصرها فعميت فقال بنو مخزوم كفار بنو مخزوم قالوا اللات والعزة قد أذهبت بصرها لأنها تركت دينها فكان منها الرد الجميل قالت رضي الله عنها وارضاه مع كونها قد عذبت وعميت قالت ردا جميلا قالت كفرت بالله والعزة وآمنت بالله وحده لا شريك له فماذا كان الله رحمن رحيم هي تكلمت بالرد الجميل على سخرية قومها بها والبلاء الذي حل بها عندما عميت فكان الكريم سبحانه وبحمد أن رد إليها بصرها وعاد إليها نور عينها كان ردا جميلا من الله أمام ثباتها وإيمانها وبقائها على دينها وعدم تزحزحها رضي الله عنها وارضاه مقابل كفرهم وسخريتهم بها وشماتتهم بما نالها من بلاء في ذهاب بصرها أن ردت ردا جميلا كفرت بالله يا العزة وآمنت بالله وحده لا شريك له فكان الرد الجميل من الكريم سبحانه وبرحمد أن أعاد إليها بصرها ونور عينها رضي الله عنها وارضاه هذه الصحابية بعد كل ذلك العذاب قام أبو بكر فاشتراها وأعتقها كفار قريش أذاق المسلمين صنوف العذاب وتفننوا في ذلك فهناك الحرق قد جهزوه بالنيران المستعرة وتلك الحجارة والصخور قد جمعت ورجموا بها وضعت على أجسادهم الطاهرة وهذا الحديد قد كويت به أجسادهم وتلك الصياط قد نزلت على أجسادهم رضي الله عنهم كل ذلك لم يفت من عضدهم بل ثبتوا على دينهم وكان أبو بكر مشاركا لهم حين أعتق سبعة منهم قالوا في شأن الهم وزواله كل هم له من بعده فرج وكل كرب إذا ضاق يتسع إن البلاء وإن طال الزمان به الموت يقطعه أو سوف ينقطع اللهم فرجع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طابت مجالسنا وفاح أريجها وتنورت من ذكر سيرة أحمدا المرسل الهادي البشير المصطفى في الاقتداء به السعادة والهدى الله فضله وأعلى ذكره فغدا إماما للبرية سيدا فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى للسالكين ومن بسيرته اقتدى ترجمة نانسي قنقر